بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يشرح لنا حكما من الأحكام ويأتي لنا بمخالفات لهذا الحكم يذكرنا دائما بالغاية النهائية بعد كل شيء من الأحكام حتى نكون دائما على ذكر من الغاية النهائية فيأتي الحق سبحانه وتعالى فيقدم هنا كلاما عن النار لأن الذي تقدم إنما هو كان بصدد قوم صدوا عن الإسلام بعد أن جاء الكتاب الذي بأيديهم وصفا لرسوله إذن فالمسألة مسألة عذاب ولا لا يبقى كان لازم يجيب من يجيب مسائل النار وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى رحمة بعقول الأمة المكلفة برسالة سيدنا محمد لم يشأ أن يجعل نواميسه في الكون واضحة صريحة حتى لا تقف العقول فيها وخاصة أن الكتاب واجه أمة أمية يعني ليست لها ثقافة وهب أنه واجه العالم المعاصر ففيه قضايا في الكون ما كان يعلمها العالم المعاصر فلو أن القرآن تعرض لها بصراحة لكانت سببا من الأسباب التي تصرف الناس عن الكتاب والكتاب جاء كتاب منهج والمعجزة أمر جاء لتأييد المنهج فلم يشأ أن يجعل من المعجزة ما يعوق عن المنهج لكنه ترك في الكون تموحات العقل العقل المخلوق لله هو المادة الكونية المخلوقة لله وكل يوم تبتكر أشياء ابتكار الأشياء يأتي من فراغ ومن عدم ولا من شيء موجود إذن لو رددت أدق أقضية العلم التي يصل إليها العقل المعاصر ونسبتها في الكون لرجعت إلى الأمر البديهي يبقى ما فيش عقل ابتكر حاجة وجابك حاجة جديدة إنما هو عمل إيه؟ أعمل عقله في موجود فاستنبط من مقدمات الموجود قضية معدومة ثم أصبحت القضية المعدومة مقدمة معلومة ليستنبط منها من يجيء بعد ذلك لكن إذا رددت كل شيء وجدته من الأمر البديهي في الكون إذن ما حدش جاب حاجة جديدة ولذلك حتى هم مؤدبين يقولك اكتشفنا اكتشفنا يعني كأنه كان آه كان موجود يعني الأدب حتى موجود عاد الحق سبحانه وتعالى لعطي كده لنا فكرة تقرب لنا العمل إحنا إذا كنا لما كنا نتعلم ويدونا مثلا للهندسة الهندسة دي مكونة من نظريات تبدأ من نظرية إيه؟ واحد وتنتهي بقى إلى ماذا؟ نظرية مية حين جاء المدرس ليبرهن لنا على نظرية مية وأنها صادقة استعمل ماذا؟ استعمل التسعة وتسعين طب ولما جي برهن على التسعة وتسعين استعمل اللي قبلها إذا كل نظرية يستعمل مين؟ الله إذا كل جديد بييجي من مين؟ من موجود بييجي من إيه؟ بس العقل الواعي المفكر المستنبط هو اللي بيرتب المقدمات واستخنص منها فلما جي برهن على النظرية مية خد نظرية إيه؟ مثلا وتسعة وتسعين خد نظرية إيه؟ طيب سلسلها بقى كده الربعة شوى نظرية خمسة مثلا خد نظرية إيه؟ طب ونظرية أربعة مثلا أو ترزرية اتنين؟ طب ونظرية واحد برهن عليها بإيه؟ ببديهي يعني شيء في الكون قدامه كل الناس تشترك فيها الله إذا فأعقدوا من نظريات العلمية مأخوذة من مين؟ من بداهيات في الكون بس العقل اللي إيه؟ اللي يقعد يرتبه إيه؟ ويستنبط لما يقعد يستنبط هو يخيل لك أنه جاب جديد لا هو ما جابش جديد هو ولد من الموجود جديد هو الولد لما يتولد من أبوان وما جابوه من عدم ما هي الحكاية برضو إيه؟ طب ولما تنتهي الآدم يبقوا مين اللي جاب أدم بقا يبقى البديهيات اللي في الكون دي اللي هي خميرة كل علم تقدمه مين اللي عملها في الكون؟ الله زي مين اللي جاب أبو الحكاية دي كله؟ إذن هو مين؟ الله إذن فكل نظريات مهما كانت معقدة في الكون من شاءها منين؟ الأمر البديل عصر البخار لما جيه يستمزه ويمشه به الألات طب البخار ده بتكره إزاي؟ هو جابه كده منها؟ طب ده هو قاعد كده التفت لأ الإدر اللي الحل يعني الغطى بتاعها بعد ما غيل يتعمل بيقى؟ بيطلع وينزل إيه اللي بيطلع من البخار لما طلع أم إدى قوة طلع الغطى قال الله إذن فكل بخار يقدر يدي قوة دافعة ولا لأ فقعد يعمل يبقى زكي ولا منزكي؟ إنما خدها منين؟ خدها من؟ من بديهية موجودة في الايه؟ من بديهية موجودة في الكون إذن فأعقد النظريات العلمية إياك أم تغتر بأن تقول العقل عمل تقول له ده عمل منين؟ عمل مش من بيت أمه ده عمل من مطمورات الله في الوجود بس رتب ورتب 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 وطلع ما تعملش الفجوة بين النظرية مية والنظرية واحد بل خد النظرية مية لتسعة وتسعين تبقى قريبة وتسعة وتسعين لإيه؟ لثمانين تبقى قريبة إيه؟ أنت اكتشفتها بس أنت؟ اكتشفتها بس لكن ابتكرتها؟ لا دي الحق سبحانه وتعالى يتركوا بقى في الوجود العملية دي عشان إيه؟ بيقول في آية هناك قرآنية سنريهم آياتنا سنريهم آياتنا في الإيه؟ وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لما هم يطلعوا حاجة جديدة كده وبعدين يقول لهم تعالى والقرآن ما الساهي يقولوا يا سلام القرآن من 14 قر وبيخطب أم أمي وجاي على لسان رسول أمي وبعد ذلك آه آه الآن اللي احنا بصددها فيها هذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وتكلمنا عن الجلود وكلمنا عن الحس نظرية الحس شغلت العلماء الماديين وحبوا يعرفوا الحس ده بإيه؟ نحن بنحس إزاي؟ فنسأله ده بالمخ أم قال لك يا أخي ده فيه حاجات ما بتوصلش للمخ وبنحس بإيه؟ بدلل أن المواحد يجي قدام عيني كده ويعمل صبعه كده ويوجه العين عشان يده يفخت عيني قبل ما توصل بروح قفل عيني طيب ما هوصلش حاجة للسيلكي وصل حاجة يقوم الألم زي أرصة البرغوت بمجرد ما ينفذ منين؟ من الجلد وبعدين يمشي بقى كده كده متاه؟ الله 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 إذن مركز الإحساس في الإنسان إيه؟ الشعيرات الحسية المنبطحة على إيه الجلد؟ بدلل أن ربوني أنه لما ينحرق الجلد حيمتنع الإحساس فأنا أجيب لهم جلد عشان الإحساس يستمر كلما نضجت جلدهم وانشوت أجيب لهم جلد تاني عشان أديم عليهم إيه؟ العذاب إذن لو الجلد انحرق يبقى يمتنع إيه؟ الإحساس ليه؟ لأنه هو ده اللي حيوصل للنفس الوعية فتتقل يبقى إذن الآية مست إيه؟ مست قضية علمية تجريبية معملية لو أن القرآن تعرض لها بصراعة وقال كده صورة في الإحساس يا أبني آدم محل الإحساس عندكم الجلد ولا يفهموا الكلام إنما لما يسيبها كده لما تيجي تنضج على مهلها على مهلها مهلها نقول يا سلام بقى كن الإحساس كله في الجلد آه نقول له أيوة نقول يا سلام بقى كن ربنا قال كلما نضجت جلدهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب يبقى علة التبديل للجلود التي أحرقت بجلود جديدة عشان يدوم إيه؟ عشان يدوم العذاب نقول آمنا بالله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إن الله كان عزيزاً حكيماً إن الله كان عزيزاً حكيماً أنا أي معصية مثلاً عملتها التزيت بها خمس دقايق ومرة عشر دقايق ومرة ساعتين إيه يعني لما جلدي يروح وينحرق وتمتهي المسألة له لا يا حبيبي لا يغلب حيضيم عليك العذاب بإنه يجيب لك جلد إيه؟ جلد تاني حقيماً يعني المسألة مش مسألة أنه عنده جبروت كده بيستعمله كده لا ده بعدالة ده بإيه؟ بعدالة وبعد ذلك لما جاء بالعذاب أو بالجزاء اللي كان يجب أنه يقولوا بعد الذين قوتوا نصيباً من الكتاب وحصل منهم كده وكده 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 وده الجزاء المناسب لهم لازم برضو ما ينساش المقابل بقى المقابل هو إيه؟ الذين آملوا بقى ده الجزاء أو العذاب المنتظر الذين قوتوا نصيباً من الكتاب وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا يقوم ما يسيبش إيه؟ المقابل عشان يبقى الترصير بالغاية إيه؟ غاية الملتزم وغاية الملحرف يلاحظ أن آخر حاجة من مواكب الرسالة رسالة سيدنا محمد يبقى أمة سيدنا محمد هي أقرب الأمم إلى لقاء الله الأمم اللي يكون من أيام الأدم المسافة طويلة إنها محلة ولذلك قادر النبي يقولها أنا جئت والساعة كهتين ولذلك ما قالش سوف ندخلهم سندخلهم دوك هم سوف بعيدة إنها محلة اللي على إيه مريبين من الإيه من الجزاء ولما يقرب لنا المسافة يبقى بيغرين بالطاعة ولا لأ مش المسألة بعيد لا ده إيه ده قريبة سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إحنا قلنا إن كلمة الجنة دي مأخوذة من الجنة ومن السطر والجنة أيضا من السطر كلها والجنة مأخوذة من المستان اللي فيه شجر إذا صار فيه الإنسان ويستره غير البساتين الزهرية بساتين الزهرية دي يعني اللي بتجيب زهر كده قريب كده لكن الجنة تبقى إيه فيها إيه فيها أشجار عالية بحيث أن الواحد لو مش فيها إيه يستره ليه لأن هي دي اللي فيها الإقتياط وفيها كل حاجة دي كفاها إيه طرف العيون بس إنما دي كفاها إيه الإقتياط طيب أدي يبقى إذن الذي يمشي فيها يستر من كسافة الإيه من كسافة الشجر أو هي تسطرك عن أن تلتفت إلى غيرها لأن فيها ما يكفيك اللي عنده حاجة ما تقضيش يتطلع إلى إيه إنما اللي عنده حاجة إيه كافية يبقى مستر عن بقيه عن بقية الإيه الوجود وإحنا قلنا سابقا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا صورة عن شيء هو الآن عنا غير وسيصير بإذن الله وبمشيئته مشهدا حينما أعطانا صورة عن هذه أعطانا صورة عن الغيب الذي ينتظرنا إن شاء الله بصورة محسة مما نشهده فأحنا نعرف الجنة والغابة الكثيفة اللي فيها أشياء كثيرة وبتالي نعرف هذه إنما الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا حاجب لكم ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب بشر الله هي الكائنات الوجودية بالنسبة لإدراكات الإنسان قال لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت العين حين ترى تبقى محدودة لكن لما يسمع يبقى دائرة السماع أوسع ولا دائرة الرؤية لأنه حيسمع ممن رأى كله حسمع اللي ما شفتوش مرضه يبقى إذن دائرة الإدراكات تيجي إزاي الأول إيه؟ يشوف وبعدين يسمع يسمع أكتر من إيه؟ أنا بشوف مثلا الأسواة لكن أسمع عن أميك مش كده ولا لأ؟ يبقى دائرة السماع أوسع ولا لأ؟ طيب أدي العين وأدي إيه؟ السماع بعدين خطر على قلب بشر يعني من التخيلات يبقى أنهي اللي أوسع بقى آه يبقى عندك كم حاجة؟ عين رأت؟ محدودة هه؟ آه يبقى أوسع شوية ولا خطر على قلب بشر أنه دا بقت واسعة أوي هه؟ بقت إيه؟ طب إذا كان يا حق سبحانك حتدينا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بأي الألفاظ يا ربي تؤدي لنا هذه الأشياء؟ وألفاظ اللغة إنما وضعت لمعاني معروفة لفظ اللغة موضوع لإيه؟ طب ماذا من تحكيب لي حاجة لا رأتها إيه؟ ولا سمعتها ويد ولا خطر على قلب بشر أي الألفاظ ستؤدي هذه المعاني؟ قال لك مفيش لأن لغتكم اللغة يعرف المعنى أولا ثم يوضع له الإيه؟ فكل لفظ وضع في اللغة معروف إنه له إيه؟ طب ومدام ديك لا رأت عين؟ إيه؟ ولا سمع؟ ولا خطر على قلبك؟ يبقى أي الألفاظ تعبر عنها؟ يبقى يوجد في لغتنا ما يعبر عنها؟ ما يوجد شيء أم قال لك أنا ما قلت لكش الجنة هي كده ده أنا بقول مثل الجنة؟ مثل إنما الجنة علشان أقول لك على اللي فيه ليس في لغتك؟ ألفاظ تؤدي المعاني لأن المفروض في أي لغة أن المعنى يوجد أولا ثم يوضع له الإيه؟ وحيث أن المعاني لرأتها إيه؟ ولا سمعتها ويد ولا خطر على قلب بشر يبقى ليس في لغة البشر ما يعطينا صورة عن مين؟ يبقى لما قال أنا أنا هختار حاجة أحسن ما عندكم؟ وديكم مثل يقول ولذلك قال مثل الجنة التي مش الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار طب احنا بنشوف الأنهار قال لك بس هتبقى أنهار بقتاً ينزع منها الصفة التي قد تعكر نهريتها يمكن نهر وتقف ميته وبعد أن تبقى آسنة يقول لك أنهار من ماء غير آسن الله إذا يديني اسم موجود وهو النهر وكلنا عارفينه بس يقول لي برضو أنا سأنزع منه الأكدار التي تراها في الحادث لأنني بقول ده دي حاجة تانية يا خالب وكمان الأنهار عندك تصير في شق يبقى هنا شط وهنا شط إنما أنت هتشوف الماء كده ملهاش طوت الله إيش الحكاية دي مش هتشوف شط كده حاجز الماء وهيضا محجوز بالقدرة كده تلتف تلاقي ماء كده بس الله وبعد أنهار من ماء غير إيه؟ وأنهار من إيه؟ من لبن إيه؟ لم يتغير طعمه لم يتغير طعمه قال للعربي كان لما تيجي الإبل بقى وتيجي أيام المرعة ويقعد ياخد منها اللبن وبعدين علشان تمشي يوم يخزن اللبن في القرب والإبل تروح عشان ترعب عيد يوم ييجي مرة اللبن يبقى إيه؟ لا متغير لأنهار مفيش غيره يوم يقول أنا عديها برضو أنهار من اللبن بس تسمعهم لم يتغير طعمه انتو ملدعين من حكاية اللبن للمتغير طعمه دي إنما بتاع الجنة لا وبعدين يقول لك وأنهار من خمر وهم عارفين الخمر قال لك لا مش ذي الخمر بتاعتك مع أنه بقول مثل برضو مثل ما قالش الحقيقة قال برضو أنهار من خمر بس الخمر هناك لزة للشاربين إيه يعني لزة لش قال لك خمر الدنيا لا يشربها الناس لزة بدليل أنك أنت لما تجي تشوف كده لا 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 أرانا الله وجوههم لما يشرب كاس يروح عامل في ايه؟ دلق في بقته مش زي ما تشرب كاس مانجا كده وتعتمازمز فيه يروح واخده ايه؟ ومقلل سرعة مروره على مذاقاته لأنه أصله لازع ولا لو أبقى العاب يشرباء يقول لهم أنهارهم من خمر بس الخمر بتاعيتهم هناك بقى لزة للشاربين زي ما تشرب كده كاس اللمون ولا كاس البرتغان وتشفت كده وتتمت إنما ديكا لا بيدلقوا بيدلقوا ده وأيضا ديكا بتغتلعوا كلكم إنما دي لا غولة فيها الله إذن بيديني مثل للجنب إنما برضو بيلفي عن المثل الشوائب يجي مثلا العربي لما كان يمشي مثلا في الهاجرة وبعدين يلاقي شجرة نب سدر كده يا سلام واحة حب يقعد عنديها وبعدين يبص يلاقي فهل ايه؟ نبء السمرة الجميلة يوم يجي يقدم ايده ايه؟ ياكل منها يوم يلاقي فهل ايه؟ شوك يوم يقعد يفاد الشوك ومرة الشوكة تلزعه يقولك اهانا بقى ايه؟ سدر مخضوض يعني مفيش فيه شوك الله مين يجيب لنا الافات اللي موجودة في الدنيا وايه؟ من فيه؟ وانهار من ايه؟ من عسل مصفع كان العسل الاول يجي ياخدوه من 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 الجبال ما هو اول العسل ده ما يجي يجي من الايه؟ من شقوق في الجبال النحل يعمل فيها خلايا يوموا لما يجوا وطلعوا العسل يعاني يبقى فيه ايه؟ الرمل والحصى والمش عارف ايه قالك اهو اللي بيعكر عليك في العسل ده شوكة الحصى لا انا مصفيه مع انه مثل برضو بيعمل فيه ايه؟ بيصفيه برقا كل حاجة بيصفيه ومع ذلك ايه؟ مثل بس ليه مثل؟ قالك لانه ما دام نعيم الجنة لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى لغة البشر كلها لا تؤدي ما فيها يبقى لازم ربنا يديني صورة مقربة صورة ايه؟ وضرب الله المثلة بالصور المقربة للاشياء التي تتعالى عن الفعل يوم يقربها لك بالايه؟ ولذلك لما جيه يديني صورة لتنوير الله للكون مش نور الله الذاتي لا لتنوير الله للكون يقول لك مثل نوره مثل تنويره للكون كم شكاتن فيها مصباح المصباح في زجاجة الى اخر يديني مثل مقرب مثل ايه؟ ليه مثل مقرب؟ لان لغتك ما فيهاش الالفاظ اللي تؤدي الحقيقة ولذلك تشوف الدقة بقى في العلامة طيب سندخلهم جنات تجري من تحتها العنهار لان ما دام جنات شجر وملتف وغالي ومش عارف وايه 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 قال لك الماء بقى ايه؟ من تحت تجري من ايه؟ من تحتها الانهار مره يقول لك تجري تحتها الانهار ومره يقول من تحتها الانهار لما يحب الانهار خالدين فيها ودي برضو حاجة لأن الحق سبحانه وتعالى يخاطب قوما شهدوا بعض النعيم في دنيا من آثار نعمه عليهم لكنهم شهدوا أن نعمة تزول عن الناس أو أناس يزولون عن النعمة فقال لا دي مش في الآخرة خالدين فيها ومدم خالدين فيها في الجنة يبقى لا هي تزول عنهم ولا هم يزحزحون عنها برضو ادنا صورة من النعيم اللي يبقى موجود عندنا في إيه يبقى الواحد يخاف لأن النعيم يسيبوا يهو يسيب النعيم خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة أزواج دي جمع إيه طب جمع زوج طب لما الحق سبحانه وتعالى يجي ينصل جمع مش يجيب جمع برضو القدور ايه راسيات مش كده قدور ايه لأن قدور جمع ايه كده يبقى جمعها ايه قدور راسيات ودروع ايه سابغات جمعه طب ما كانش يقول بالله كده هو أزواج مطهرات ده جابها مفرادة واحدة أم قال لك لأن الأزواج حين يأتي بمطهرات يوم يفيد صورة من زلال وأشباح الشقاق بين الزوجات المتعددات فكأنهم متنافرات قال لنما كلهم حيبقوا أزواج إنما على صورة واحدة من الضر ونزعنا ما في صدورهم من غل وما تقولش ازاي قبلت ما تقبلش لها ضرة الأزواج مش مطهرات لأن مطهرات تيعطي الوصف لكل واحد على حدة لا ده مطهرة فكأنهم هم وإن تعددنا في سياق ايه ومدام المطهرة برضو أي مطهرة مما يعكر صفو الأزواج في الدنيا إن كنت إذا علمنا شكلها إنها مش عاجبك هي مطهرة مندي حتبقى تعجيبك أخلاقها سيئة شوية حتبقى مش أخلاقها مطهرة من اللي كان ايه مثلا هي مش عارف ايه وبعدين تيجي مثلا تقولك لا ده أنا عمدي ما يطرقه لللساء اليوم وتبقى قذرة مطهرة مندي الله تبقى إيزن الحياة تبقى شكلها ايه يبقى بيديني خلافته ما يمكن أن يتصور من النعيم في الأزواج من النعيم في ايه من النعيم في الأزواج وَنُدْخِلُهُمْ الله ده هم في الجنة وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلًا العرب في لغاتهم يوم لما يحب يأكد معنى يوم يجيب من جنسه يقول لك هذا ليل أليل يعني ايه؟ حالك أول وَيَوْمٌ أَيْوَمْ يوم يجيب له وصف ايه؟ فلما يجي يبلغ في ظل يقول ايه؟ ظَلِيل ظَلِيل طب ما هو الظل أولا؟ الظل هو انحسار الشمس عن مكان طيب انحسار الشمس عن مكان كانت فيه؟ طب وإن كان غار ما بتدخلوش الشمس يبقى الظل عدم وجود الشمس سواء كانت وجدت ثم ذهبت عنه او لم توجد فيه يبقى ده اسمه ايه؟ الظل كلمة الظل زليل دياً انت متاخدهاش كده على بشام بالنسبة للناس اللي في بيقات البرد خدها للناس اللي في بيقات الايه؟ الصحراء ساعة ما يشوف شجر صند سلم كده بس عمال كده 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 ويقعد تحتها يا سلام فإذاً كلمة الظل وبعدين يقول لهم الظل ده الظل لنفسه ظليل يعني الظل مظلل انتو ما شوفتوش خيام او صواوين يقولك خيام مكيفة يعملها السقف بتاعها راقة الاول وبعدين يعمل ايه؟ الرأة دياً الشمس تنقح فيه تقوم تسكن وبعدين تدينا ايه؟ يقوم لا يعمل ايه رأة ايه؟ رأة تانية حتى يسموها في في السقوف لها اسم كده السقف المزدوق السقف الايه؟ وخاصة اذا كان في الايه؟ في الاماكن العالية اه لان الاماكن اللي يبقى فوقها ادوار بتيبقى حامية لها لكن في الاخر دور في البلاد الحرة يبقى ايه شكله؟ يبقى صعب او يوم يعملوا ظل ايه؟ سقف ايه؟ اهو السقف مسقوف شوف ازاي؟ السقف نفسه مسقوف يبقى ظل والظل نفسه في ظل شوف بقى لما يكون الظل نفسه في ظل يبقى ظل مش من طبقة واحدة انت لئه تنبسط من الظل تحت شجرة اكتر من الظل في جدار ايه السبب؟ الظل في جدار من طبقة واحدة صحيح منع عنك ايه؟ الشمس انما يحجب عنك الهوى يحجب عنك ايه؟ لكن في الشجرة الورقة دي فوق الورقة دي فوق الورقة دي فوق الورقة وكل ورقة في ظل الورقة انهيه؟ التانية والورقة خفيفة يقوم الهواء يضعبها يقوم لما الهواء يضعبها تحوش عنك حرارة الشمس وتديك ايه برد الهواء تديك برد الايه يبقى دي معنى ظل ايه ظل ولذلك لما الشاعر بدي يوصف الروضة كده يقول احنا نزلنا في الرمضاء الرمضاء شدة الحر وبعدين نزلنا في وادي وبعدين قعدنا في الظل بتاعه فبقول وقان لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيس العمين نزلنا دوحه فحنى علينا حلو المردعات على الفطيمة وارشفنا على زمئ زلالا المياه اللي مشى فيه كده الز من المدامة ايه للنديم شوف بقى الكلام يصد الشمس يصد ايه ورق الشجر هيعمل ايه يصد مين يصد الشمس انا واجهتنا فيحجبها ويأزن للنسيم يبقى داك الايه الطراوة والرخاوة الجميلة والحاجة الايه اهي كلمة ظل ظليل دي معناها ان الظل في ذاته ايه مظل ليه يبقى ظل ايه ظل ظليل يعني ظل الظل نفسه فيه ظل يبقى ظل ايه ظل مركب بعد ان تكلم الحق عن الغايات التي تنتظر الصنفين من خلقه الصنف الذي يتأبى على منهج الله والصنف الذي يتطامن لمنهج الله الاول اعدله النار اللي حتشوي جلوده والتاني اعدله الجنة اللي هذه ايه مواصفاتها بعد بقى يخلي الغاية كده نضجة في ذهننا من الكلام عن النار والكلام عن الجنة ينصب الى حكم جديد ليه علشان النفس دلوقتي كرها النار وحبة مين يوم لما يجي حكم نعمل ايه اه نشعلق فيه بقى لاننا الطريبين عادي بايه يبقى اذا عمله مرة تزييلا لما تقدم ومر عمله تمهيد لما يأتي علشان تستقبل الاحكام الجديدة وفي ايه وفي ذهنك مسبق الغاية التي تنتظر من من التزم والغاية التي تنتظر من ايه من الحرار لما يجي الحكم والغاية متضحة في الزهن اسمها بقرة الشعور لان فيه حاجات كتير ان نفسه البشرية تعلمها نفس البشرية تعلمها ولكن اعلم ان من رحمة الله بالخلق الدماغ ده اللي فيه حافظة وفيه زاكرة وفيه مخيلة وفيه ده ما يقدرش يستوعب كل المعلومات في بقرة الشعور مرة واحدة ولا يمكنه ان يجيء لك معنى جديد الا اذا المعنى اللي كنت مشغول به في ذهنك ازحزح شوية عن بقرة الشعور وراح الى الايه حاشية الشعور انفضل ما يجيش ما يجيش خطر جديد ابدا يبقى بقرة الشعور ديا بقرة الشعور هي اللي فيها الايه ما انت الان بصدده عايز يجي حاجة تانية لازم ديا تزحزح كده وتروح وتيجي ايه فكرة تانية تبقى مش ممكن تيجي فكرة مفيش اسمة عدم تداخل الافكار في البقرة الشعورية مش ممكن يبقى لازم تقيه ولذلك لما تيجي حاجة مثلا في بقرة الشعور وبعدين عايز تفتكر حاجة تقعد انت بقى تجيب تداعي المعاني عشان تجيب اللي من الحشة الشعور ييجي تاني في ايه في بقرة الشعور تفتكر ساعة ما تيجي في بقرة الشعور يبقى الاولان ايه يبقى الاولان راه هو اوعى تفتكر ان العقل البشري يستطيع ان يواجه في بقرة الشعوري كل المعلومات لا من رحمة الله انه هو ياخد معلومة وتنتره اقول ذلك انت مش تقعد مرار تفتكر حاجة بقالها عشر سنين طب اذا كنت راحت من ذهنك افتكرتها الذات تبقى هي موجودة بس فين في الحواش البعيدة للشعور لما جيه حاجة اسمها تداعي المعاني قبت في ايه في بقرة الشعور وبعدين تقدم مهمته وتروح وتجي واحدة تانية ببقرة الشعور هو عتفتكر ان الزهن البشري ده يعني له فلط يعني فيه زهن يحفظ من عشر مرات وفيه زهن يحفظ من مرتين وفيه زهن يحفظ من ثلاثة لا الزهن كالفوتوغرافيا يلتقط من مرة واحدة بس لمهم ان تكون ساعة توجهه الى قضية تكون بقرة شعورك خالية من غيره ان كانت بقرة شعورك خالية من غيره تلتقط ثم بتقعد تكرر الاصيدة او الاية او الكلمة على ما تفضها يقول له كيوة لان هو لو اقدر يضمن ان بقرة شعوره مع النص يجي النص على طول انما هو يبقى بقرة شعورك وبعدين ايه تمر حاجة تختفه تجي له خاطر ياخد دقيقة يبقى سقطت المعلومة الجديدة هو بقرة الشعوري مشغولة بسواها ثم تجيش يتنو يكرر الى ان تصادف كل جزئية من جزئيات الشعر او الاصيدة او الاية خلو بقرة الشعور فيقولك ده بيحفظ ببطء ولذلك اللي يقدر يركز نفسه لما هو بصدده يلتقد رهنه من مرة ايه من مرة واحدة بس مين يقدر عليها ديان ولذلك احنا ضربنا مثل مرة ويمكن اغلبنا مرة بيه وخصوصا اللي تعرض للعلم وللامتحانات هب انك طالب في امتحان وبعد ذلك جئت والجرس ضرب عشان تدخل حصة الامتحان ثم جاء لك زميل وقال لك الحتة الفلانية حيجي منها سؤال وانت مكنش ذكرته تقوم تعمل ايه وانت داخل الله تخطف اي ايه اي كتاب وتروح فتح الايه وقاعد قالي للسؤال لا 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 الا بالزمة وانت في الحالة دي بتفتكر هتتغدى ايه النهار دي ها؟ ولا تفتكر من اللي كانوا ياك مبارح ولا ايه اللي حصل ليه قالك لان الوقت دايق مفيش فيه فكرة قابلة في ديه تقوم تدخل تلاقي السؤال جيه تروح ناقط السؤال حطه ويمكن اللي قاعد يطفح الدم يذكر فيه مدة شهر يمكن ماعلم لانه ذكروا ايه وباله هنا رايح وهنا جاي يبقى ايزا رحت وحطت السؤال زي ما ايه زي ما ايه لانك انت الوقت مفيش الوقت ضيئ ما تقدرش تفكر في حاجة تانية فانت بؤرة شعورك محصولة في ايه محصولة التلميذي ما بيفهمش من استاذه ده في تلميذ بيفهم وتلميذ ما بيفهمش بينصرف عن استاذه ليه يعني انصرف عنه في قضية من قضايا العلم لما تقلت القضية التانية بنت على غير معلوم كان ذهنه مشغور فلما قال الكلام بيقوله ويقول ايه الراجل دي انما ذو كان اللي قاعد منتبه له رابط الاولانية بالتانية بالتالتة بالربعة والذلك الاستاذ الكويس لازم يسير الايه يسير الانتباهات دائما طلابه بمعنى ان يفاجئهم يقول مثلا كم جملة كده يقول له امت يا خم امت يوم كل واحد يقعد وهو ايه وهو عنده عرضة انه يسأل يوم يخاف من انه ايه يخكل يوم يبقى تملي متنبه ادي معنى يعني متنبه يعني يخلي بقرة شعوره ويه ايه ويه ويه دائما فالحق سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن النار وعن الجنة قال الحكاة دي في بقرة شعورهم بقى اما اننزل الاحكام ولذلك تجدوا دائما بعد هذه المسائل لما يذكر النار ويذكر الجنة يأتي بعدها بامهات احكام بامهات ايه اللي هي اذا نفذوها بقى بعد البقرة الشعور من شعنت بالجنة والنار الغاية المنفرة والغاية المرغبة يوم يسقط الايه يقال الحق قال اسمعوا بقى او ربنا اللي قالوك عاجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله تبدأ كلمة ان تؤدوا الامانات الى اهلها اوجز الله فيها كل تكليفات السماء لأهل الارض لان الامانات الامانة العلي والامانة اللي تتعلق ببان الجنس والامانة اللي على نفسي ما معنى الامانة يعني امانة يعني ايه الامانة هو ما يكون للغير عندك من حقوق الامانة ما يكون للغير عندك وأنت أمير عليها إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعلها إيه أنت تقول أنا أودعت عند فلان إيه أمانة الأمانة دي بلك لو بوصل ما تبقاش أمانة لأن فيه دليل لو بشهود ما تبقاش أمانة الأمانة أن تودع عنده شيئا وأمانته هي الحكم إن شاء أقردها حين تطلبها هه وإن شاء لم يقر به يبقى حق للغير عندك ولك الخيار أن تقول أنه عندي أو ليس ولذلك لما جئنا تكلمنا عن الأمانة اللي عرضها ربنا على السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان قلنا أن الأمانة في تحقيقها هي إيه شيء تقبله ممن يأت منك ولا حجة له عليك إلا زمتك أنت إن شاء إيه أقر وإن شاء أنكر هذا هو معنى خلق الإنسان مختار إن شاء قال لا إله إلا الله وإن شاء قال غير ذلك والعياذ بالله اللي قاله سهلسه إيه سلاسة لا لسان عصي فيدي ولا عصي فيدي الله يبقى إذن الأمانة اللي ربنا ادهى لنا هي أمانة إيه أمانة الاختوار هديناه النجدي يسرنا له السبلدة ويسرنا له السبلدة خلقنا له اللسان واللسان يتكلم صالح لسانه أن يقول لا إله إلا الله وصالح والعياذ بالله أن يقول به كافر الله سهلسه سلاسة لا عصي هنا ولا عصي خلق يدك إن شئت ضربت بها إنسان وإن شئت بها أخذت بها يدعا سلم في الطريق أو ربطت بها على إيه على كتف يتيم مش كده خلق لك لتسعى إلى الشيء إن شئت سعيت إلى المسجد وإن شاء والعياذ بالله اللي هم المنعرفين يزابوا بالا القمارة لا عصي فيدي ولا عصي فيدي يبقى حين يخلق الله الإنسان فيه يخلق الله في الإنسان منا قوة اختيار يكون قد أودع عنده أمانة إن شاء فعل كذا وإن شاء إيه ولذلك يقول حق إن أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها فأبين أن يحملناها يعني ما إبليتشي للسماء والأرض والجبال والدنيا كلها تعمل إنها إيه؟ تبقى تقبل الأمانة ليه؟ أم قال لك لأنها ما تضمنش إن اختيارها يكون صح ما تضمنش إن اختيارها يكون إيه؟ قالت يا رب أنا مش عايزة الحكاية دي أنا عايزة تخلقني مسخرة ماليش إيه؟ ماليش إرادة في حاجة ولذلك تبص تلاقي بقى الكونيات العليا كلها السماء والأرض والجبال والدنيا بالله إنها خيار في حاجة؟ طيب الشمس لها خيار إنها تطلع النهاردة ولا ما تطلعش والهوى له خيار يهب ولا ما يهبش ولا أبدا ولذلك منظمة ولا مش منظمة مالهاش خيار لأنها مسخرة لخدمة شيء ولم ترضى أن تكون مختارة قالت لا يا رب أنا ما أغدرش ليه؟ قال لك لأن فيه فارق بين أن تقول أنا أتحمل الأمانة وأنا سأنفذها كما يريد الله طب الله ما دم أنت حتنفذها كما يريد الله بمنهجه طب بالتالي ما تقول له اعمل اللي تعمله وقلاص تبقى أنت ما خدتش مبدأ الاختيار إلا طمع في إنك أنت تبقى حر وتعمل دي أو تعمل إنما لو كنت أنت زي ما بتقول هتأخذ الاختيار إنما تنفذه فيه مرادات الله طب ما تيجي من أول الأمر كده وتقول له لا يا رب أنا شعيز أبقى مختار وخليني مسقر وخلاص وانتعت المسالة إنما أنت لازم لك إيه؟ لك برضو في الاختيار حاجة كده فالسماء والأرض والجبال وما عدى الإنسان ما قبلش أن توجد الأمر ليه؟ إحنا كنا قلنا زمان تنبهه جيدا إلى أنه هناك فارق بين الأمر ساعة تتحمله والأمر ساعة تؤديه واحد يجي يقول لك يا شيخ أنا عندي بيئة جنيه وخايف أبدتها خدها أمانة عندك لما عاوزها أجي إيه؟ أخدها إنت ماش حنتهم زمتك ساعة قبلتها منه كأمانة في نيتك إيه؟ إنك إنت إذا جيه تدهالي إنت ضبطت نفسك ساعة تحمل الأمانة إنما هل تضبطها ساعة أن تؤديها؟ ساعة ميجي يقول لك هات الميجي إيه؟ ضبطت نفسك ساعة الأداء طب ما يمكن ساعة الأداء تكون تفتحت لك أشياء وغلبتك الظروف وخدت منها حاجة ولا ضيعتها وتقولي يا الله اضرب له بمبة في الحكاية دي إذا فيه فرق بين أن تقدر على نفسك وقت التحمل إنما ما تقترش على نفسك وقت الإيه؟ وقت الأداء فالجبال والسماء والأرض وإحنا يمكن نتحمل إنما وقت الأداء يمكن من إيه؟ جيه واحد تاني قال لك خد الميجيني قلتني بعيد عني أنا لأنا عايز ميجيني ولا بتعخلهم معك لا تغلبني أحوالي أتفرتك فيها ولا لا 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 أيدي فأبين أن يحملنها لكن الإنسان عمل إيه؟ بما له من ثقة في اختياره حملها إنه كان إيه؟ ظلوماً جهولاً ظلم نفسه لأنه أدخل نفسه في متاهد الحكم ساعة التحمل وجهول بما يكون ساعة الأداء ساعة ما يجي يطلبها صحيح ساعة ما ادهالك عندك استعدادها تدهالك إنما هل الكلام ده يفضل ويبقى معك ساعة الأداء إنه كان إيه؟ ظلم تبقى إذن الأمانة هو ما يتعلق به حق الغير غاضعاً لزمتك إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل أول الأمانات ورأسها أمانة الإيمان بالله إن تدخلت على الحق سبحانه وتعالى بأنه إله وحكيم وقادر وقادر ولا يضر إلا هو ولا ينفع إلا هو وكل ما يجريه عليك خير وآمنت به إله بهذه المواصفات يبقى الحق يطلب منك في الأمانة العليا هذه إن كل حركة حياتك تؤدي فيها هذه الأمانة ساعة ما يجي لك حاجة يتعبك كده إيه وقت قول آه ده ربنا ضرني يقول له لازم لحكمة هبونا عمل فيه كذا لازم لحكمة استصعب مين استصعب أمانة الإيمان الأولى ما تاخدش أمانة الإيمان ساعة تؤمن وبعدين ساعة الأداء تعمل إيه تخنها فأدي الأمانة إلى إيه الأمانة الأولى أو الأمانة أمانة الإيمان فما دمت قد آمنت بإله قادر حكيم عليم فاستصحب هذه الأمانة في كل تصرفاتك إيه الحاجة الفلانية يقول لك لا يعجزه شيء ده لأنه قادر طب عمل الشيء الفلاني ده حكيم ما يعملش إلا فأم فيه المصلحة إذن استصحبت الإيه تبقى بترد الأمانة المين وكذلك الأمانة بالنسبة للجنس الواحد مصالح الحياة كلها أمانات للبعض عند البعض فكل واحد منا عنده أمانة للغير والغير عنده أمانة لي فلو أديت أنا أماناتي بالنسبة للناس لأدى الناس أماناتهم بالنسبة لي وحين يؤدي المجتمع أماناته بالنسبة للبعض يبقى مجتمع إيه؟ متكامل متكافئ وإلى لقاءنا آخر إن شاء الله